أريد توجيه رسالة للشركات أو المحلات التي تتعامل بالمربحة الإسلامية فليتقوا الله في هذا الشعب يعني الآن كثير من الليبيين يضطروا اضطرارا إلى اللجوء للمربحة الإسلامية للحصول على الورق اللي هو النقود فيلجأ إليها لأخذ بضاعة معينة ثم يبيعها ليستفيد من النقود ثم بعد ذلك يسدد على أقصات لأنه ليس له أو ليس عند كثير من الناس من يستفهم هذا المبلغ وينتظر عليهم هذه المدة الطويلة يعني في حد مثلا يقولك انسلفك عشرين ألف أو أربعين ألف وخلصهم على ست سنوات أو تمانية سنوات زي المربحة فلجأ إليها كثير من الناس هروبا من الرباء وقلنا أن لكي تكون هذه المعاملة جائزة لابد لها من شرطين مسألة المرابحة قلنا هي حل لكثير من الليبيين في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها أسأل الله عز وجل أن يفرج عن الجميع فبدل أن يلجأوا إلى الرباء مباشرة أصبحوا يلجأون إلى المرابحة وتحلوا كثيرا من الإشكالات لكثير من الناس لكن قلنا المرابحة جائزة بشرطين الشرط الأول أن تكون هناك لجنة شرعية تتولى الإشراف عن المعاملة من بدايتها إلى نهايتها هذا في الجزء الأول مع المصرف لكي نضمن أن لا يحصل تلاعب في العقد والأمر الثاني أن يبيع لغير من اشترى منه يوم الأيام جاءني شخص وعدت أن أتكلم عليها لهذا السبب جاءني شخص قال لي والله إني عندي مرابحة وشوف شن صار لي جايب الأوراق متاع التي اشترى بها قال لي شوف اللي صار هذا حلال ولا حرام قلنا المرابحة جائزة بشرطين أن تكون في المصرف أو الفرع إما مراقب شرعي وإما أن يكون فيها لجنة شرعية في المصرف ككل الأم مثلا المصرف الجمهورية مثلا في لجنة شرعية في المصرف الأم تكفي أو في فرع تجورة أو في فرع جامعة ترابلس أو كذا في مراقب شرعي يكفي الأمر الثاني وهذه جهة متعلقة بالمصرف في البداية لكي نضمن عدم التلاعب في مسألة العقد نفسه ثم بعد ذلك الأمر الذي يرجع إلى المتعامل بهذه المعاملة أن يبيع لغير من اشترى منه لأنه لو باع لمن اشترى منه تصبح بعد ذلك هذه المعاملة تحايل على الرباء وتصبح هذه السيارة أو هذه الجوالات أو هذا الأتات مجرد كما قال ابن عباس درهم بدرهم وبينهما حريرة يعني بدل المصرف بيعطيه 15 للف ويقول يعطيه 18 للف يخششوا السيارة في النصف والسيارة في الحقيقة لا تأثير لها لا من قريب ولا من بعيد ويقول الأمر إلى أنه استلف 15 ألفا وسيردها 18 ألفا هذا ربا صريح لكن إذا دخلت السيارة فعلا في هذه الصفقة وتملكها الشخص وباع لغير من اشترى منه بعد ذلك يكون عند كثير من أهل العلم وعند أيضا حتى عند دار الإفتاء هذه المعاملة جائزة وكما قلنا استفاد منها كثير من الليبيين لقلة المسلفين وللظروف الصعبة لكن كما قلت في فترة سابقة قبل هذه الحلقة جاءني شخص لقيت الكلام هذا نظري بس يعني على حسب اللي رأيتها لا أعمم لكن على حسب اللي رأيتها أنه كلام نظري وقال الأمر إلى الربا أنه استلف من شركة سين هو سمها واني اشتلف من شركة سين 14 ألف واربعمية ويردهم 18 ألف فيكي في الحقيقة لأنه لما اسألتها قلت لأنت شنتبي تاخد قالي والله ما قالولي أعطوني ورقة وخلاص تقول لأ كيف أنت شريت سيارة ولا أتات قالي لا ما نعرفش ما قالوليش مشاهدت للشركة قلت له منبو مرابحة أعطوني ورقة مشاهدت بها للمصرف طبعا هذا تقصير منه لأنه لما قريت العقد وجدت فيه أنهم قد باعوا له ثلاثة جوالات آيفون مش عارف برو ماكس واحد ميتين وستة وخمسين جيجا واحد مية وثمانية وعشرين ولا شني بمجموع 14 ألف واربعمية دينار فلما قلت له على الموبايلاد قال ليه حق تذكرت أنه توا قال لأنه بنبيعو لك جوالات هذه المسألة لولا يعني أنت ما بينت لاش حتى شني بيشري وشني بيدير وهذا خطأ لنفرض أن التقصير من هذا الأمر قالي بعدين لما بشيتولهم قلت له أنت أخذت الجوالات وبيعت الله ولا شني صار قالي والله ما شفتم حتى الشوفان جيت لما بنسلم منهم أعطوني شيك فيه مش عارف 12 ألف ولا رقم أقل من الرقم المطلوب وبالتالي هذه ربا صريح ورأوا لن يربحوا لا دنيا ولا أخرى حتى على الناحية الدنيوية لن يربحوا لأن المفروض أنت إذا أردت أن تحلل مالك وأن تحلل صفقتك وأن تحلل ربحك حتى لو قال لك أشتري مني قل له لا مدام تعلم أن هذا عقدة مرابحة فقل له لا لن أشتري منك خذ البضاعة وبيع لي غيري ممكن لو رجع لك بعد خمسة أيام ستة أيام لا بأس بذلك إذا كان بدون شرط كما يشترط المالكية في مسألة الذهب إذا أعطيته مثل ثمانية جرام لا يجوز لي مكسر نحن نقوله لا يجوز لي أن أشتري به أن أخذ بدله ستة جرام مثلا لأن هذا ذهب بذهب متفاضل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والورق بالورق اللي هي الفضة مثلا بمثل سواء بسواء في روايات طبعا فمن زاد أو استزاد فقد أربع فقال المالكية إذا أعطاه النقود يعني الذهاب أعطي لي الزبون الذي يريد أن يبيع الذهب أعطاه النقود قالوا لا يجوز أن يشتري بها ستة جرام مباشرة بل يخرج ويشتري من غيره أو يرجع له بعد يوم أو يومين لنتأكد أن هذه صفقة جديدة بحيث لا يكون في الحقيقة ستة جرام بثمانية جرام والنقود الذي أعطيه مجرد تحايل على الربا قال المالكية إذا خرج بدون شرط وعاد له بعد يومين فلا بأس أن يبرم معه الصفقة أما الشافعية قالوا مدام قد أعطاه المال في يده ولم يشترط عليه أن يشتري منه يعني ما يقول لا شباهي نشري منك ثمانية جرام لمكسر لكن على شرط أن تشتري مني ستة جرام ما تشريش من غيري لأن لو قال لهكي هذا ربا عند المالكية وعند الشافعية فإذا لم يشترط عليه وأعطاه النقود يجوز عند الشافعية أن يشتري منه مباشرة وهذا الغالب الآن في السوق فإنت الآن في المرابحة نفس الفكرة لكي لا نقع في الربا على الأقل يأخذ هذه الجوالات أو الأتات أو السيارة ويخرج بها ثم يأتي بعد يومين أو ثلاثة بدون اشتراط طبعا يأتي بعد يومين أو ثلاثة لنتأكد أنها صفقة مغايرة تماما للصفقة الأولى أما أن الزبون لا يرى الجوالات ولا يعرف حتى الصفقة ما هي ولا أنت تعرض عليه أصلا أن يأخذ منك البضاعة وتعطيه سكا هكذا مباشرة فهذا ربا صريح وإذا كان الزبون لا يعلم الأحكام نرجو من الله عز وجل أن لا يكتب عليه إثم وإن كان الجهل لا يلغي الإثم في أغلب المسائل لأن لو كان الجهل يلغي الإثم لأصبح الجهل مفخرة بين الناس الناس يضربون خبط عشواء وعندما تقول له هذا حرام يقول لك والله أنا جاهل ولا إثم علي ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم وأن لا يقدم على شيء على أي معاملة من المعاملات حتى يعلم حكم الله فيها فهذه نصيحة للشركات لابد من تحليل قرشكم ولابد من معاونة الناس بهذا الأمر الصعب وإذا علمت أنك لا تستطيع ذلك فاترك البيع بالمرابحة إذا علمت أنك ستضطر إلى البيع وإلى هذا ما كنا نقوله من مخالفة شروط هذا العقد الذي فيه تركيبات كثيرة فننصحك بأن تترك ذلك لأن الباري عز وجل يقول يمحق الله الرباء ويربي الصدقات مشكلة الرباء أن الخسارة لا تكون في الرباء بل تمحق معها حتى الحلال أحيانا أو في الغالب تمحق حتى الحلال وبالتالي إذا لم تخف من الحرام فخف على رزقك الحلال لأنه سيزول لو تماديت في هذا العقد وأنت تعلم أنه رباء ترجمة نانسي قنقر